يبدأ الطفل في السنوات الأولى من حياته بتعلم المهارات المختلفة والتفاعل مع المحيط من خلال التواصل اللفظي وإبداء الرغبة في المشاركة باللعب والنشاطات المختلفة مع غيره من الأطفال وقد يظن الأهل أن سبب تأخر طفلهم عن التفاعل في بعض الحالات هو سنه الصغير أو أنه يحتاج لمزيد من الوقت ليتعلم وينضج عقله أكثر ولكنهم عندما يشاهدون أطفال آخرين في نفس المرحلة العمرية أو ربما أصغر وهم يتعلمون مهارات أكثر منه ويتكلمون بشكل أفضل فإن ذلك سيشعرهم بالشك حيال الموضوع فيحاولون التأكد ما إذا كانت هذه التصرفات طبيعية أو أنها أعراض لخلل ما إذ يعتبر التوحد واحدا من الأسباب التي تؤدي إلى التأخر في التعلم والتفاعل مع الأطفال الآخرين وهو من الأمراض الجديدة في العالم أو التي تم اكتشافها حديثا وقد زادت حملات التوعية عنه في الأوينة الأخيرة نظرا لانتشاره الكبير بين الأطفال في عصرنا هذا فما هي الأسباب التي تؤدي إلى إصابة الطفل بمرض التوحد؟ وهل من توصيات خاصة تساعد الأهل على الطعاة السليم مع حلة طفلهم التوحدي؟ ترجمة نانسي قنقر